اشتركوا في القناة ان الشعر ديوان العرب والصديق رضي الله عنه كما تعلم في جمادة توفي وقد أصيب بالحمى قبل أن يتوفى وهو على فراش الموت وقد سجي ورأته الصديقة ابنته رضي الله عنها وأرضها عائشة فلما رأت أباها على تلك الحال وعلمت أن أباها في سكرات الموت تمثلت ببيت شعر لحاتم طي وهو قوله لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر وهذا مما تقوله العرب مما تنسبه إلى غير مذكور فإن حاتما لم يذكر الروح ولم يذكر النفس قبل هذا الميت لكنه حال إلى شيء معلوم وهذا جاء به القرآن بعد ذلك في القرآن الله عز وجل يقول فلولا إذا بلغت الحلقومة وأنتم حينئذ تنظرون فاعل بلغت ضمير مستتر تقديره هي وليس هناك ذكر للروح من قبل لم تذكر الروح ولا النفس من قبل وإنما ذكرت بالإحالة هذه طريقة حاتم في الكلام قال لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فكشف الصديق عن غطاء وجهه وقال يا ابني لا تقولي هذا البيت صحيح لكن القرآن هنا أولى بالاستشهاد قولي كما قال الله وجاءت سكرة الحق بالموت ذلك ما كنت منه تحيد طبعا هذه قراءة الصديق القراءة المعروفة وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد الصديق قرأها وجاءت سكرة الحق بالموت ذلك ما كنت منه تحيد فقال قولي وجاءت سكرة الحق بالموت ذلك ما كنت منه تحيد موضع الشاهد أن الصديق رضي الله عنه تدارك على ابنته بيتا ليس قصده خطأها في البيت نفسه لكن قصده رضي الله عنه وأرضاه أن الأولى هنا الاستشهاد بالقرآن في ساعة الاحتضار ليس الاستشهاد بشعر العرب